شرف الجزائر في البطولة العالمية لعلم الطيور المقامة مؤخرا في تركيا هو عبد الرحيم بومشرا ابن مدينة تلمسانة ميضالية ذهبية في مونديال اسطنبول بالنسبة للإنجاز اللي حققته أنا في مونديال تركيا حصلت على الميضالية الذهبية في طايل هاجين طايل هاجين يعني طايل سورة مزنبق معا كان رجاصب خرج طايل ما شاء الله حضرناه كما يجب ويعني بكل صراحة كانت فرحة فرحة كبيرة فرحة لا توصف لأنه بكل صراحة أي موربي جزائري بطل جزائر يحب يمثل بلاده في مجال العلم الطيور والحمد لله حضرنا طيورنا كما يجب وكانت حدي وفقنا ربي وكلفته بنقل الطيور من الجزائر إلى تركيا ذهبا وإيابا والحمد لله الطيور راحت سانمة وجاءت بالغنائم 18 ميضالية في المجموع هذا هو الطائر الذي دخل به عبد الرحيم بومشرا منافسة البطولة العالمية لعلم الطيور طائر تألق ونال إعجاب مختلف دول العالم المشاركة بالنسبة للطائر المتحصل على الميضالية الذهبية يعني حطيت طائر سورا موزنبيق يعني هذا الطائر سورا موزنبيق طائر إكزوتيك باكدروه طائر استوائي ذات المقار المستقيم حطيتم على كناري طفرة الجاسب وخرج هذا الطائر ما شاء الله عشر ذهبيات أربع فضيات وأربع برونزيات كانت حصيلة مشاركة الجزائر لأول مرة في منديال علم الطيور وعلى غرار مختلف المجالات شرفوا الجزائر ورفعوا رايتها عاليا بين الأمم